بطبيعة الحال احنا كنعالجو هاد الفليبيت السيبرفيسيال ولكن اللي اهم هو اننا خصنا نعالجو السبب واننا الفاريس هما السبب من غير معقول اننا ما نداوش هاد الفاريس لاننا يخليناهم بطبيعة الحال عاوتاني هادك الفليبيت غادي ترجع والدمع عاوت غادي يتختر من جديد وغادي الحالة غادي تفاقم اكتر فاكتر فبطبيعة الحال خصنا نداوي هاد الجلطة او الفليبيت وخصنا نداوي السبب ليهما لفاريس والعلاج لحسب تشخيص بطبيعة الحال لحسب هاد الفاريس واش يمكننا نعالجوهم غير بالحقان او زادوا على الحد ديالهم والاقتراح يقدر يكون في اخر المطاف عملية جراحية ما هي الاعراض اللي كتبين على ان هاد الفليبيت في ليفاريس وان الناس اللي عندهم ليفاريس اللي لاحظوا تغيير في هاد الدوالي ديالهم يعني ان هاد ليفاريس بدو تيقصاحوا بدو كيحماروا كيتنفخوا بزاف فالواحد يعرف انها حالة استعجالية ويمشي عن الطبيب في اقرب وقت ممكن لان هاد المسألة هادي تقدر تعطي اختناق رئوي جلطة رئوية لكتسمى لومبولي بلمونار وهي حالة استعجالية وخطيرة وخطيرة جدا فما نهونوش ليفاريس وندويوهم قبل ما يبدوا المضاعفات وناخدوا الاحتياطات لتفادي المشاكل اشتركوا في القناة